أنا أعتقد أنه أكثر شيء حققناه هو أننا ذهنيين فكريا أهلنا الجزائريين وأصبحوا الجزائريات والجزائريين قابلين أن يستوعبوا التغيير المرتقب اللي رايح يوضعنا في قرننا ونوليوا فعلا نواكبوا العالمية اليوم الجزائر عاشت لي سنين طويلة خارج مجال التغطية خارج مجال التغطية عرب الشاب في عمره ثلاثين سنة عمره خمس مع واحد أجنابي يشوف الأجانب غير في تلفزيون لازم هذه الأشياء والإيقاع التاعها شتوصرها في جامعة بن عكنون هذه كلها المخلفات التاع سنين الإرهاب نحن بصدد تأهيل الجزائر والجزائريين للخروج نهائيا من هذه المرحلة المأساوية لازم علينا إعادة النظر في كل مقارباتنا في تصوراتنا وفي تفكيرنا لما نتكلم على الشباب لازم نتكلم بالمنطقة تاعه وبأماله ما زال ما وصلنا لهاش فأعتقد أنه نحن نعلق أمال كبيرة على هذه الندوة ونطالبه باش الأطياف السياسية بمختلف مشاكل في نقطة الشباب